النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض أسرع طريقة لعمل صلصة الطباطب يعني لو عندك كمية كبيرة من الطباطب وعايزة تعملي صلصة فالطريقة دي سريعة جدا مفيش في دقايق هتكوني بخلصة صلصة الطباطب ومش هتاخد معاكي وقت ولا كزا ساعة المتجاز ولا اي حوى خالص فتبعيني لهاية الفيديو عشان تشوفي معايا عملت الصلصة ديت ازاي في وقت سريع جدا جدا فتابعيني حبيبتي لهاية الفيديو وما تنسينيش كده بدعوة حلوة وباللايك والشير تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بكم اخوتي وحبايبي في اللي في قناتي على اليوتيوب اسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنايا ورائي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الاول بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف حنايا من صلصة الطباطب ازاي كمية الطباطب اللي معايا دي 7.5 كيلو من الطباطب غسلتها كويس وشلت الاوراق اللي هي الخضرة بتاعتها وبعد كده غسلتها كويس جدا كزا مرة وبعد كده بجيب حلة وبحط فيها الطباطب وزا ما انتم شايفين احتاج انا عدي 2 بنجرايا كده بشرتهم غسلتهم الاول وبعد كده قشرتهم وبشرتهم بس مش هستخدمه بدلواتي وهي هستخدم هنا بقى بنحط كبايتين من المية زي ما انتم شايفين الطريقة دي سريعة جدا جدا يعني الطباطب مش هتاخد بعيكي كزا ساعة البتاجاز ولا اي حاجة اسرع طريقة لعمل صصة الطباطب هنا بقى بنحطها كده على البتاجاز الحلة وبنسيبها بنغطيها كده بالغطى ونسيبها الحد ايه ما تبدأ اللي هي تنزل المية الطباطب تنزل المية متاعتها وتبدأ تغلي والمية تلاقيها ظهرت كده على وش الطباطب طبعا هي كل ما بتيجي تغلي وبتنزل المية فبتلاقي الطباطب نزلت ايه اللي تحت زي ما باتوا شايفين فممكن تطلعيها كده في صانية واحدة واحدة بس دي هتاخد بعيكي وقت فبش لا فانت تجيبي ايه مصفة وحطيها في صانية ونبدأ نصفي الطباطب المية اللي بتنزل ديت دي كده دي اللي بتاخد بعيكي وقته اثناء ما بتتماطم ما بتتسبك على المتاجز هي دي اللي بتاخد معيكي وقته بتاخد كزا ساعة عشان الطباطب ايه تتسبك فمية دي احنا هنتخلص ايه منها بس بيجي واتي لان انا هنقول لكم هنحتاج منها كمية بسيطة خالص اللي هي يعني لما اجي اضرب الطباطب في الخلط فهنحتاج في كل مرة بضرب شوية طباطب في الخلط هنحتاج لربع كباية بس بس طبعا هيفضل معي كباية الميا دي فمش سيبقى لها لازمة فهنشوف مع بعض هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده انا طباطب كلها نزلت الميا اللي فيها هنركن بس الصنية دي على جنب درواتي ونشوف مع بعض هنعمل ايه طبعا الطريقة دي سريعة جدا هنا بقى ايه ده كده البنجر البنجر في الخطوة ديت هنضربه هناخد شوية من الطماطم وبعد كده هنفضي بقى البنجر الممشورة وحبق اللي انا ايه اضربه مع شوية ايه طماطم يفضل اللي انتي تسيبي الطماطم لحد ما تبرد تماما ده متعملهاش وهي لسه سخنة عشان ما يبقاش غلط على الخلط فهنا بس عشان انا سبتها بس هادت حاجات بسيطة بس هي لسه سخنة فحشتغل كده تحول لكم بس ايه الطريقة كده هوت انا كده حطيت شوية طماطم في الخلط والبنجر وحطيت ربع كوبها صغيرة من مية الطماطم اللي انا كنت بصفيها دي وقت عشان تباشي بعيه الخلط هنا بقى ايه بعد ما ضربت الاول حاجة اللي هو البنجر مع الطماطم بيبقى ده اللون متاعه بيبقى غمق من البنجر البنجر ضغط عشان يزبط لي لون الصلصة ويخلي لون الصلصة ويخلي لون الصلصة الطماطم يخلي لونها احمر وجميل هنا بقى ايه هنبدأ ناخد شوية طماطم تانيه يعني نص الشفشة كده طماطم ونحط ربع كوباية من مية الطماطم بقى اهيات عشان بس الشفشة يمشي ايه الطماطم تباشي معي وانا مش هصفي الطماطم دي على فكرة يعني انا هعملها ومش هصفيها اه فزي باتوا شايفين لان انا بضربها كويس في الخلط فمش محتاجة لانا ايه اصفيها اه نقط بقى ازبطت لكم بس الكاميرا كده على الخلط زي باتوا شايفين اهم حاجة بتزوديش الطماطم جابت في الخلط يهدوبك نص الشفشة اه علشان ايه بباشي الطماطم تقيلة على الخلط وتبقى تقيلة كمال على البطور بتاع الخلط عشان ما تبوزهوش اه فبنفضي بقى كده ونكمل بنفس الطريقة اه ااخد شوية طماطم نص الخلط كده وربع كباية من مية الطماطم وكده انا خلصت الكمية اللي معاية كلها بنفس الايه بنفس الطريقة اه بس طبعا بفضل بقى مية الطماطم اه دي طبعا دي اللي كانت هتاخد وقت كتير يعني هي الطماطم كده تقيلة و اه و حلوة جدا بصراحة الطريقة دي جميلة جدا بصوا بقى هنا الطماطم اللي مية اللي طلعت اه كل دي كانت هتاخد معاك وقت على البتاجاز لحد الطماطم بات تسبك امعك بس الباية دي انا مش هتخلص منها على فكرة باية دي هعمل بها صبو في قناة المنظفات فالصابون هيبقى رهيب بصراحة اه هنا بقى مص الصلصة حلوة اه هنا معايا ملقتين كبار من السكر عشان حمودة بتاعت الطماطم ومعايا زغيرة من ملح اللي مؤنة عشان يبقى مادة حفظة وبنقلب كده اه بنقلب الصلصة كده كويس وحاخد الحلة دي احطها على البتاجاز اه يا دوبك بس تاخد غلوة واحدة بس اول ما تبدأ اللي هي طبعا هي لسه سخنة فمش هتغايب مع بالما تغلي اه فيا دوبك بس اه هتاخد غلوة وبعد كده هوت اه هيت كده بس العين بكادش عايزة تولع بعيف زبطت النور وبعد كده رجعت الحلة تاني بصوا الصلصة ايه ازاي اه اه كل الميا اللي انا بقى اقل كانت زيادة ديت هي ديت اللي بتخلي الطماطم تاخد كزا ساعة على البتاجاز وكل ده غاز شراء فاعملوا الطريقة دي هتبقى جميلة جدا وعا تعملي صلصة طباطم سريعة جدا بصت ايه ازاي وجميلة جدا هي بس اول ما تبدأ تغلي معايا ويكون السكر اختلط كده مع صلصة طباطم كلها ومنح اللمون فيبقى كده اقدر اللي انا احفظ الطباطم في بورتومانات انا بحب اللي انا احطها صلصة الطباطم في بورتومانات فبتبقى سهلة عليا يعني كنت بخزن الطباطم قبل كده في الفريزة بس كنت لبقى اعمل طبخة او لحاجة لازم اطلع الصلصة واسبها لبقى تفكوا من التلج وكده هوت فانما البورتومانات بتقعد معايا طالما البورتومان ما تفتحشي فبيعود معايا بكر يقعد معاكي شهرين او ثلاث شهور كمان في التلاجة بالتحت بالغربة الصلصة يجرى لحاجة انما اول ما بتفتحي البرتومان يكفيني على قد الطبخة يعني باخد البرتومان بعمل بيء الطبخة والبرتومالات الكبيرة اللي انتو شايفينها ديت فيه برتمالات كبيرة لسه حاجة بها اللي هي ديت كل برتمال بياخد كيلو من الصلصة فالبرتومان ديت بعمل بيء محشي محشي كرنب او محشي اي محشي يعني محشي كرنب او محشي بذنجان او كوسا او فلفل حاجات ديت فدي بستخدم البرتومان في خلطة المحشي اللي هو البرتومان الصلصة كبيرة وزا باتو شايفين الصلصة معي طلعت بشاء الله مخدتش وقت خالص يادوبك بس الباية لما غلت كده الطماطم نزلت الباية اللي فيها وغلت وصفتها ودربتها في الخلط بس كده يعني هي تقريبك كده الوقت اللي هي خدته بالزبط يادوبك هي نص ساعة نص ساعة يعني احسن ما تاخد بعكي كزا ساعة كزا ساعة على البتاجاز والنار شغالة فلا الطريقة دي سريعة جدا وعتوفر بعكي الغاز كمان وعتوفر بعكي البجهود اللي اتراحة جاية تبعي الصلصة خلصت مخلصتش والغاز كمان شغال فالطريقة دي موفرة جدا 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 وزاي ما انتو شايفين الصلصة طالع معي بكمية كبيرة زاي ما انتو شايفين يعني كمية حلوة وطريقتها سهلة وبسيطة واللون الصلصة كمان لونها جميء وتقدر تستخدميها انا باستخدمها في اي اكلات انا باستخدمها باستخدمها مع مكارونا في كل حاجة شكرا بمشاهدة السلام عليكم